مشاهدين أصعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في فقرة جديدة من بأعين الرابعة نأخذكم في جولة لما تطرقت إلهي الصحفة الوطنية صادرة لنهار اليوم الأحد الثامن من فبري 2020 بداية بجريدات البلاد التي عنوانت لا خطورة على غذاء الجزائريين من كورونا هذا ما أكده وزير التجارة كاميرزيق ووزارة التجارة تعطي تعليمات صارمة لمراقبة السلع المستوردة وفي الشأن الرياضي نشرة البلاد رئيس رابط عب الكريم مدوار يؤكد نؤجل مباراة البطولة بسبب كورونا ومباراة الخضر وزيمبوبي مهددة بالإلغاء بسبب الفيروس وتطالعون أيضا عقوبات المشددة ضد من يمارس العنف على التلاميذ ووزارة التربية تؤكد أنه أحد من سببات التسبب أو التسرب أقول المدرسي حيث حذرت ذات المصالح الأساتذة والمعلمين والإداريين عبر المؤسسات التربوية من استعمال العنف البدني أو المعنوية بكل أشكاله ضد التلاميذ إلى يومية الخبر الآن والتي عنوانت حصيلة المصابين بفيروس كورونا في ارتفاع فيما تطمئن وزارة الصحة المواطنين وتقرأون أيضا ولمستغان يضع الدولة في حرج ودعوات لإقالته بعد إهانته موظفا وامرأة اقتربت منه تأخذ حقها وجاء على الخبر الكشف عن الولاية المعنية بسحب 120 ألف مقرر تخصيصا ووكالة عدل تبقي ووقعها مفتوحا حتى استكمال العملية يومية مشوار السياسي عنوانت فيروس كورونا يتوسع في الجزائر وعدد الإصابات يرتفع إلى 19 ونشردت صحيفة 120 ألف مكتة بعدل اثنين يتعرفون على مواقع سكنتهم صحب شهادات تخصيص في 36 ولاية والشروع في دفع الشاطر الثالث قريبا نعرج بكم الآن إلى يومية المساء والتي قالت تطلع لدور فعال في بداية الجزائر الجديدة حيث تحيي المرأة الجزائرية يومها العالمية اليوم وأتى في ذات الجريدة وزير الداخلية يشجب تصرفات ولمستغانب مع المواطنين وقال أن الحق في عرض الانشغالات مكفول لكل المواطنين جريدة الشعب عنوانت المرأة الجزائرية شريك كامل في البناء الوطنية والوفاء لرئاسة السلف لاستكمال إقامة الدولة الحديثة وتضالعون في نفس اليومية عروض قطاعية وسدابير مواجهة فيروس كورونا يتناولها الشمع مجلس الوزراء اليوم ننتقل إلى يومية المسار الآن وقالت شبح كورونا يحل مجددا بعد ارتفاع عدد الإصابات في الجزائر إلى 19 المسار أضافت وزير التجارة رزيك يؤكد وزارة التجارة تسعى لتجريم سناعة وتسويق المنتجات الغذائية الفاسدة ومنع استراد اللحوم ابتداء من 2021 وتقرأنا أيضا منظمة الصحة العالمية تصرح وفاة نحو 100 شخص بفيروس كورونا حول العالم خلال 24 ساعة كما أشارت المصار إلى أن الجوية الجزائرية تؤكد عدم إلغاء أي رحلة لها نحو فرنسا إلى هنا مشاهدين نختم جولتنا براءة الصحف الوطنية الصادرة النهار